السلام عليكم في حلقة اليوم من توب 10 راح نذكر لكم أعلى الجوائز المالية في تاريخ الرياضة الإلكترونية وبطولات الألعاب حاولنا أن القائمة تكون متنوعة لأن أعلى الجوائز المالية غالبا تروح لدوتا 2 وليغوف لجنز فلو بنذكرها كلها راح تكون القائمة كلها منهم لذلك خلونا نبدأ في المركز العاشر بطولة The 2017 Mid-Season Invitation للعبة ليغوف لجنز واللي تم إقامتها في البرازيل بدأت البطولة بمبلغ مبدأي بـ 250 ألف دولار واشترك فيها 13 فريق وفاس بالمركز الأول فريق SK Telecom T1 من كوريا الجنوبية ارتفع مبلغ الجائزة خلال البطولة بسبب مشتريات اللاعبين من داخل اللعبة مثل الأزياء وغيرها مجموعة الجائزة وصل إلى 1.7 مليون دولار في المركز التاسع نقول في بطولات كثيرة للعبة كولوف دوتي خلال السنوات الماضية لكن مجموعة الجوائز غالبا ما يتعدل مليون دولار قررت اكتفجن في سنة 2016 أنها ترفع من مستوى البطولة وتكون البطولة شيئة ليقبأ اسم السلسلة بطولة The 2016 Call of Duty World League Championship وهي البطولة الرابعة للسلسلة وكانت على لعبة Black Ops 3 تم إقامة البطولة في كاليفورنيا وشارك فيها 32 فريق وتعتبر هذه أعلى بطولة للسلسلة حتى الآن مجموعة الجوائز كان 2 مليون دولار في المركز الثامن بطولة The 2016 Halo World Championship وكانت للعبة Halo 5 حصرية الأكس بوكس وقيمة البطولة في كاليفورنيا خلال ثلاث أيام بنظام أربعة ضد أربعة الرعاية كانت من مايكروسوفت بشكل كامل كنوع من الدعاية للعبة وتم دعوة 16 فريق للمشاركة فيها وفاز بالمركز الأول فريق Counter Logic Gaming وحصل على مبلغ مليون دولار والمركز الثاني راحل Team Allegiance حصل على نصف مليون دولار مجموعة الجوائز كان 2.5 مليون دولار في المركز السابع بطولة The 2015 Smile World Championship وتم إقامتها لمدة ثلاث أيام في ولاية جورجيا في أمريكا وشارك فيها النخبة من ثمان فرق الجائزة كانت 1.3 مليون دولار والشركة المستضيفة للبطولة Hiro Studios قررت أنها تسوي حملة تمويل جماعي للبطولة حتى يزيد المبلغ وفاز بالبطولة في المركز الأول فريق Cognitive Prime بنص المبلغ مجموعة الجوائز كان 2.6 مليون دولار في المركز السادس بطولة Dota Major Championships في عام 2015 قررت شركة فالف أنها تطور من بطولتها للعبة Dota 2 وبتكون سلسلة على أربع بطولات خلال السنة وفيماكن مختلفة من العالم كان الهدف أنها تزيد من شعبية اللعبة وتزيد من التحدي والتنوع في الفرق المشاركة وأول سنتين للبطولة كانت الأعلى من ناحية الجائزة أكثر فريق فاز بهذه البطولات بعدد أربع مرات هو فريق OG مجموعة الجوائز 4 مليون دولار في المركز الخامس بطولة Dota 2 Asia Championships أول حدث لهذه البطولة كان في 2015 وكانت باسم DAK 2015 واستمرت إلى عام 2018 ودائما تقام في الصين وكانت من تنظيم Perfect World وMars TV وعلى بطولة كانت البداية في 2015 شارك فيها 16 فريق يلعبون 120 مبارا وتتأهل الفريق الفائز خلال 5 أيام وبدأت البطولة بمبلغ 250 ألف دولار بس المتابعين للبطولة رفعوها بسبب مشترياتهم للكومبينديوم وهو مثل الكتيب الإلكتروني يعطي إحصائيات للبطولة ويتحدث تلقائيا ويجي مع الكتيب تذكرة تخلي المشاهد يتوقع نتائج البطولة ولو توقع صح يتم مكافأته بإضافات يستفيد منها داخل اللعبة مجموعة جوائز وصل إلى 3 مليون و 57 ألف دولار في المركز الرابع بطولة Fortnite Falls Cremish Series Club Standings لعبة Fortnite غنية عن التعريف وبنجاح اللعبة الرهيب أكيد رح يكون فيها بطولات ضخمة وعشان كذا قررت أبك أنها تعلن عن هذه البطولة البطولة تعتمد على النقاط حسب مهارتك في اللعب من خلال التحديات ويتم التقييم بشكل أسبوعي وطريقتها أن كل مية لاعب في كلاب أو نادي حسب ما تم تسميته والمية لاعب اللي يفوز بأعلى نقاط يتوزع عليهم مبلغ 1.5 مليون دولار مجموعة الجوائز كان 4 مليون دولار في المركز الثالث بطولة League of Legends World Championship 2018 وهي البطولة الثامنة للعبة وقيمة البطولة في أكثر من مدينة في كوريا جنوبية تأهل فيها 24 فريق من حول العالم والكثير يعتبرها أكثر بطولة للعبة League of Legends صارت فيها نتائج غير متوقعة وهي أعلى بطولة في التاريخ من ناحية المشاهدات بحيث وصل عدد المشاهدين إلى 200 مليون خلال النهائيات فاز في هذه البطولة الفريق الصيني انفكتاس جيمينج بمبلغ 2.4 مليون دولار والأول مرة في بطولات اللعبة تسمح الشركة المطولة Riot Games للاعبين أنهم يرفعون مبلغ جائزة من خلال المشتريات داخل اللعبة المبلغ كان مليونين و250 ألف دولار ووصل مجموع الجوائز إلى 6.4 مليون دولار في المركز الثاني The International 2018 وهي البطولة السنوية للعبة Dota 2 بنسختها الثامنة وهي من تنظيم شركة Valve وبعكس بطولة Dota Majors هذه البطولة هي الأساسية والأضخم لمدة ثمان سنوات هذه البطولة تحطم الأرقام القياسية في الجوائز المالية بداية من 2011 و2012 كانت الجائزة 1.6 مليون دولار بس في 2013 سمحت الشركة لمجتمع لاعبين Dota أنهم يزيدون المبلغ وزاد إلى 2.8 مليون دولار وسنة بعد سنة والمبلغ يزيد وصل مجموع الجوائز في 2018 إلى 25.5 مليون دولار وأخيرا في المركز الأول بطولة The 2019 Fortnite World Cup Finals لعبة Fortnite تحطم الأرقام القياسية وتاخد لقب أعلى الجوائز في تاريخ الرياضة الإلكترونية أعلنت شركة إبك عن البطولة في بداية سنة 2019 وقيمت في شهر 6 وتم تقسيمها إلى قسمين سولو أو لعب فردي ودو أو ثناعي وكانت بنظام النقاط حسب مركزك وعدد المرات اللي قتلت فيها بحيث كل قتلة تساوي نقطة ولأنها كانت بطولة مسموح فيها التسجيل للكل سجل فيها الملايين من اللاعبين حتى يتنافسون أونلاين للتأهل النهائي لمدة 10 أسابيع فاز في البطولة الفردية كايل الملقب ببوغا بمبلغ 3 مليون دولار في البطولة الثناعية أكوا ونيروكس فازوا ب3 مليون دولار مجموع الجوائز في هذه البطولة كان 30.4 مليون دولار وهو الأعلى في التاريخ يعطيكم العافية على المتابعة لا تنسون اشتركوا بالقناة اعطونا لايك على الفيديو وبإذن الله تشوفون منا ما يصركم في الجاي مع السلامة